أرعبهم وهز عروشهم صوت الثائرين فحاولوا إسكاته بالحديد والنار ولما عجزوا حولوا العراق إلى ساحة موت مقطوعة عن العالم ليمارسوا القتل بعيدا عن عيون الناظرين العراق بلا أنترنت منذ عدة أيام بعد أن قامت الحكومة بقطعه تزامنا مع الحدث التاريخي انتفاضة تشرين قطع الانترنت آخر ما لجأت إليه الحكومة وأحزاب السلطة كمحاولة يائسة لمنع العالم عن فهم ما يجري في المحافظات الثائرة بحيث يجد المتظاهرون صعوبة بالغة في نقل وقائع التظاهرات وإحصاء عدد القتلى إضافة إلى تقطيع وسائل التواصل بين المدن لإعاقة التنسيق بين الشباب العراقي محاولة تغييب المشهد بقطع الانترنت أعقبه تشويه للمشهد وتشويش على الحدث وهذا ما تتولى تنفيذه الوسائل الإعلامية الحكومية وإعلام الأحزاب والميليشيات أكثر من أربعين فضائية تتبع لقوى وأحزاب سياسية عدا عن القنوات الحكومية التابعة لما تسمى شبكة الإعلام العراقي الممولة من المال العام ومعها بعض الإعلام العربي الذي خلع عنه ثوب المهنية والانتماء للأمة اتجه الجميع إلى تسخيف التظاهرات طارة أو تجاهلها طارة أخرى ووصف المتظاهرين بالمندسين بل واتهامهم بالتخريب والعمالة وذلك ما يعتبره المتظاهرون أعلى درجات لاوطنية والتهكم بمعاناة ومطالب العراقيين المكينة الإعلامية للعملية السياسية دأبت على تشويه صورة التظاهرات وتحوير مطالب المتظاهرين فبعضها ينكر تماما حقيقة وجود حراك شعبي وبعضها الآخر يحاول أن يقزم من سمو هدف المتظاهرين ويكتفي بالقول إنهم خرجوا من أجل بعض المطالب وهي في العرف الحكومي احتجاجات أما في صميم الضمير العراقي فإنها ثورة على كل ما بني عليه العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ومن جاء بهم أو جاءوا معه يحاصر العراقيون ويحاول أعداؤهم كتمان صوتهم لكن ثمت وسائل إعلام صامدة على النهج الذي يتبناه الشعب العراقي تنقل الحقيقة بكل إخلاص وتفاني من أجل صرخة مظلوم عراقي قال للعملية السياسية كفى فزمان الخوف ولا وأقنعة الأحزاب وميليشياتها انكشفت والعاقبة للثائرين اشتركوا في القناة